السلام عليكم أهلي فيكم في فيديو جديد اليوم سأتكلم لكم عن بالنسبة لي أرخص وأفضل جهاز من أبله الآن التبيعه ألا وهو الأيباد الجيل الثامن الأيباد التي كنا نعرفها من زمان أبل حولته أيباد إير بعد حولته أيباد برو فهذا الأيباد هو أصل الأيبارات الموجودة حين فكي بدائم لو نفتح العلبي موجود مع الشاحن الشاحن يجيه 20 واط الآيباد برو 18 واط إلى الآن لكن هذا الشاحن مع الآيباد يجمعك 20 واط ويجمعها السلك إلى الآيباد يدعم الآيباد يدعم الآيباد وحجم الشاشة 10.2 فيعتبر حلو عندما نزل الآيباد كانت 9.7 كانت حجم الشاشة كبير الآيباد برو وبرضونا بأكبر أفقوا شي في الجهاز أول حاجة مدخل السماعة في مدخل السماعة 3.5 الأشخاص اللي يبون إلى الآن هذا الجهاز اللي بتبيعه وبرضو آيباد ميني معني ما أنصح الشخص يشتري آيباد ميني آيباد ميني كان أقوى من الآيباد العادي لكن نحن نفس القوة وهذا 38 دولار أرخص بكثير من الآيباد ميني فالمعالج اللي فيه نفس الآيباد ميني الآن اللي هو في الآيفون 10S 10S Max 10R نفس المعالج ممتاز ما فيه أي شيء يعني كاستخدام ككل شيء ما شفت فيه أي شيء سبيكر واحد من تحت أو سبيكر من جهة واحدة يعتبر مايكات حلوة الكاميرات ما رح أقول واو لكن كاميرات لحق مكلامات الفيديو كاميرات لحق مايكروسوفت تيمز زومز الأشخاص اللي يستخدمون هذه مكلامات الفيديو خاصة في الدراسة ممتازة في 8 ميجابيكسل 2.4 10 ميجابيكسل فحلو يصور لك فل اتش دي على ثلاثين فريم أو سل موشن على سبعمية وعشرين مية وعشرين فريم فأنتبكي في كل كاميرات اللي قدام 1.2 ميجابيكسل صح أنه ما تحتبر كوية وكل شيء لكن كلمات الفيديو أوكي تمشي لكن مثل ما تجوا نحن تصوير الكاميرات لا كويسة في الإضاءة الخارجية خاصة الأطفال ممتاز هذه الكاميرا الأمامية طبعا فيها وشوي عندي فلا تتوقع منها الكثير لما نشوف في الإضاءة كيف تختلف لكن كاميرا ممتازة للمكالمات الفيديو الاجتماعات أونلاين فيستايم تفهم الغرض حلو المايك فيه مايكين بس يدعم الاسي الويرلس بلوتوث 4.2 تقدر تركب فيه شريحة فيه فئة تقدر تحت فيها اسم أو شريحة عادية وفيه فئة مثل اللي عندي بس واي فاي الشي القوي الشي اللي نتذكر بس انه فيه تتش اي دي ف ميلة الآن فيه تتش اي دي ما في فايس اي دي الاشخاص اللي فضلون تتش اي دي ترى ممتاز لا تتوقعوا ان الجهاز ما راح يكون قوي للجهاز قوي استخدامهم ممتاز صح ان الايباد برو راح يكون اقوي صح ان الايباد اير راح يكون اقوي لكن لحق شخص ابتدائي حق شخص المتوسط ممتاز صح ان فيه لايتنينج صح ان ما تقدر تركب USB-C مثلاً فلاش أو شيء لكن بالآيكلاب دي أمشي أنا بالنسبة لي آيباد برول اللي عندي ما أتذكر مرة ركبت فيه فلاش كل شيء في الآيكلاب عندي فحلو جهاز لحق الأطفال ممتاز الوقت المناسب لحق يجي تشتري لحق الأطفال الدراسة عن بعد آيباد الجيل الثامن جهاز رح يدعم معاك بالراحة أرباح سنوات قدام مع الدعم من أبل جهاز قوي معالج لتتوقع أنه معالج لأي فون تن آر تن اس ما رح يكون قوي تبيب وبجي شقال ممتاز وبالراحة شاحن سريع كل شيء فيه ممتاز 2 متن غيقة لا تأخذها لكن تحمل فيها ألعاب كثير لكن بالنسبة لحق دراسة بحمل برنامجين باستخدم الدكومنت بحمل لعبة واحدة مثلاً رح يكون ممتاز عندي ما رح أصور فيها ما رح نزل فيها أفلام أشاهد أفلام بس ممتاز لكن لا تأخذ 2 متن غيقة خذ 12 متن غيقة ممتاز هذا الجهاز اللي الوالد إذا قال يريد أن يشترك الجهاز يقول إن شاء الله على طول يشترك هذا ما يفكر في الإيباد إير أو الإيباد برو هذا قيمة نص غاتب ولا شيء لا عندك ثلاث أربعة أولاد كل شهر شهرين تستطيع تشتري لهم هذا كل واحد يعني حبة حبة ففي النهاية بالنسبة لي أنا كطالب جامعة الأشياء اللي أفعله في الإيباد برو صح أن 120 هيردس رح أفتقدها الفيس آي دي ما أقدر أتحمل ما ودي أرجع لحق التاتش آي دي التركباد رح أفتقد إلا لازم أشتري ثيرت بارتي يعني مثل بالنسبة لي لو في كيبورد وتركباد فيس آي دي على طول هذا رح يستخدمها لايتنق عادي عندي فجهاز جبار وممتاز وخصوصا فيه ميزة بالنسبة لي إن الشاشة لحق الأطفال اللي ما رح يحصون بذل شيء الشاشة تكون مفصولة عند القزاز الخارجي فتحس إنه في قاب لو تطالع في الجم فهذا يعتبر ميزة لحق إذا انكسر الشاشة الحق لأطفال إنه يدون محلات يفصلون لك الشاشة هذه القزازة اللي قدام عن الشاشة نفسه يغيرون لك القزازة اللي قدام تكون أرخص بكثير من الآيباد برو والآيباد اير لأن الآيباد برو يتكون الشاشة لاس قب بالقزازة اللي قدام فتشوف كم قيمة الشاشة كاملة في التغيير هذي يعتبر ميزة سلبيا إنك بتشوف القاب إذا كنت بتدقيق في الجم بتشوف إنه لو بتحط القلم مثلا ما رح يوصل القلم من مرحلة لكنيش تستخدم القلم عبل بن سلون شقال ممتازة زي الحلاوة ما في أي شي عيب إنك بتركبه هنا في الشاحن أو تركبه في الشاحن هذا الفرق إنه ما فيه كونكتر أو شي يشبك من فوق بس تغريبا في النهاية جهاز الطلاب هذا السنة هذا آيباد ايرت جنريشن اشتروه ودعو لي اشتركوا في القناة ففي نهاية الفيديو تنسوا الاشتراك في غناة واشتراك في حسابي في سناب شات تشارف برضواتكم عمل لك المقطع ونشر المقطع وتعليقاتكم تهمني ولا تنسوا ينفضل دعاكم والسلام عليكم